ما هي هذه اللجنة ومن هم الأعضاء وما هي المعايير التي يمكن أن يفحص بها هذا الموضوع طبعا رئيس الحكومة عندما سئل حول هذا القرار فقال أنه سنعيد النظر في توزيع الميزانيات سنقيم لجنة مهنية لتبحث متطلبات السلطات المحلية ولكن هذا يعني أنا أستهجن مثل هذا الشرح خاصة أن الموضوع يندرج في مجال خطة لخمس سنوات ويمكن الأخ عمر أيضا يتحدث عن هذا الموضوع نحن نعلم أنه كان في خطة تقدم اللي بموجبها كان يجب أن يتم الاستثمار بـ 53 مليار شكل في السلطات العربية للسنوات القادمة لكي يكون هناك عملية سد الفجوات ونحن نعلم أن السلطات المحلية العربية وأنا كمستشار في مركز الحكم المحلي ومحاضر هناك أعلم بأن السلطات المحلية العربية كلها في عنقود اجتماعي اقتصادي من واحد إلى ثلاثة معنى ذلك أنها تعتمد على الميزانيات الحكومية أكثر من السلطات اليهودية خاصة أن السلطات اليهودية تقريبا في كل محل ملاقي في منطقة صناعية في منطقة تجارية في مدخلات ذاتية بالنسبة علي جدا يعني أنا أقول أحيانا أنه المدخلات الذاتية لسلطات المحلية اليهودية تتخطى ستين وسبعين بالمئة من نسبة الميزانية لهذه السلطات بينما السلطات العربية وبينما في ذلك عرابي وغيرها تحتاج إلى ميزانيات حكومية لكي تقوم بواجبة وسموتريتش كوزير للمالية يعلم ذلك ولكن أنا يعني بسأل سؤال خطوة إلى الوراء كيف يمكن لسموتريتش أن يكون وزيرا للمالية يعني ما هي اليوم إذا نحن بدأ نأخذ وظيفة في السلطة المحلية حتى واحد مستشار لرئيس البلد أو واحد اللي يعمل حتى في فرع صغير في التربية والتعليم منطلب منه كل الكفاءات والقدرات سموتريتش أتى إلى هذه القضية من منطلق أنه أساسا لا يمت إلى الاقتصاد بصلة وحتى طالب أيضا بوزارة أخرى في وزارة الدفاع أو في وزارة الأمن لسبب واحد وهو السيطرة على الموارد وتوزيع الميزانيات وتحويلها إلى مكان أخرى فمعنى ذلك أنه عندما نأتي كمحلية اقتصادية وهناك 300 خبير اقتصادي في إسرائيل من شرائح البنوك والشركات والخبراء وجميع يعني تطرقوا لهذا الموضوع تم تحليل هذه القرارات ووصلنا إلى نتيجة حتمية بأنه لا أساس من الصحة لهذه الادعاءات ترجمة نانسي قنقر